استقبل الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء محمد آدم أحمد قائد الجيش الصومالي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة والتحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي كذلك زيادة أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين والاستفادة من الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة في إعداد وتدريب الكوادر التخصصية بالقوات المسلحة وأكد الفريق حجازي على عمق ومتانة العلاقات المشتركة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين مشيرا إلى ما تمثله دولة الصومال من أهمية استراتيجية بمنطقة شرق إفريقيا وخلقت الاتصال لتأمين حركة الملاحة العالمية عبر المنطقة من جانبه أشد قائد الجيش الصومالي بالمواقف المصرية الداعمة لبلاده في العديد من المجالات فضلا عن دورها الفاعل في تبني المشكلات والقضايا الملحة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لكافة شعوب المنطقة حضر لقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر